بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا السماء هي كل ما عليك فأظلك ولكن الله حينما يقول السماوات السبعية المراد ما فوق الثقوف المرفوعة هذا يسمى سماء والغمام عليك يسمى سماء ولكن سماء السماء هي المرادة في قول الله وجعلنا السماء سقفا محفوظا السماء أخذ الدور تكويني خصها الله بأشياء بأشياء زي مخص آدم قال له والسماء بنيناها بأي دن وإنها لمشاوظا في حفاق أشياء مخلوق بالكون زي إحنا جميعا كده مخلوقين بكنا أب وأم يجتمع مع بعضه ونطلع مشاوظا إنما آدم مخلوق بالمباشرة ولذلك لما قال الإبليل استكبرت أن تسجد لما خلقته بيدي يعني خلقه بإيه داية يبقى يعني شرف إيه شرف إيه كبير وبعدين يقول إيه السماء بقنيناها وبعدين إيه يجي فقية تانية والسماء ذات الحبك حبك يعني محبوكة طب إيه الحبكة؟ معنى الحبكة يعني إيه؟ أن زراتها التي لا تدرك ملتحمة مع بعضها الانتحام مش الانتحام كلي فيه مثلا طوبة تيجي فرح طوبة إنما هي الزرة من الطوبة فرح زرة من الطوبة ولذلك ملساء لا ترى فيها إيه؟ وبقول إيه رفع سمكها فسواها شوف إنت بقى لما تجيب واحد بنا يبني تقوم تلاقي الطوب طالع شوية ونازل شوية ويقعد يداري الحكاة دي بقى إنه ولط شوية تمونى ويسواها بالبتاعها كده مش كده ويعمل وبعدين يجي اللي بيغفق أو المحارة يداري العبدة ويعمل وبعدين يجي اللي بيعمل الزيت يعدل على بتاع المحارة ويقعد يمعجن ويقعد يصنفر ويقعد مش عارف إيه وبعمل ويجي المهندس الكويسي عدل على الكل يجي ربنا بشوية غبار كده يروح معدل على الكل كده بالبتاع دي فربنا وسواها شوف تسوية الحق بقى سبحانه وتعالى إذا كانت التسوية في الآدمي تختلف باختلاف حزق اللي بيبني بدبش كده زي بجاي اللي بيبني بطوب أسوال أو حاجة من الطوب الناعم واللي بيغفق وبعدين قلنا اللي بيضرب بويا واللي يعمل دكور كل واحد عن حاجة يبقى إذا كان الله هو الذي صنع تبقى تبقى إيه شكلها بقى تبقى سماء ذات الحبق دي ولا لا محبوكا وجعلنا السماء سقفا وسقف محفوظ محفوظ في بنية تكوينه لأنه محبوك عبكة لا ترى من فطول ثم مرجع البصرة هناك إيه الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت خلي واحد يبني عشر قوة ويغفقهم بمادة واحدة في الساعة ويضربهم بلون واحد في البويا ما يبقوا زي بعض أبدا ولذلك دلوقتي لما يحبوا يعملوا حاجة من لون واحد في بيت يوم يعمل البويا بتاعته كلها مرة واحدة علشان إيه علشان ما تختلفش ومع ذلك تختلف لأنه لما يخد بالمرميل جردة النهاردة يضرب بالقوضة دي اللي في البرميل التاني حيتبخر منه شوية فاللون يبقى أكتر شوية برضو حيتغير نعم وجعلنا السماء سقفا والمحفوظ ده معناه إنه حاجة يعني يحافظ عليها كلمة محفوظ دي اللي لما تاخدها أنت الشيء يحافظ عليه لإيه لنفسته وأصلته وجعلنا السماء سقفا محفوظ من إيه من أنها تمر ولذلك إيه ويمسك السماوات أنتقى على الأرض إلا بإذنه يوعى تقول ده بغير عمد عرضا أنها تنهار كده زي المباني إياها بتاعت الله ويمسك السماوات أنتقى على الأرض إلا بإيه هناك اللي إيه ومن آياته خلق السماوات لا أن تقوم السماء والأرض بأمره كلها ما خضع له هو لأنها حاجة نأشي عايزة عظمة عظم التكوين وعظمة خلق وعظمة سيانة كلها ما يعملها جلا مين وإحنا اللي حفزينها برضو للسيانة من عندنا أحنا مش هنخلوكم تسنوه ولا تعملوا فيها أي حاجة إيه الصيانة إيه وجعلنا السماء سقفا محفوظة محفوظة هي نعمل السيانة برضو بتاعتها وهي مش عايزة سيانة ليه لأن إحنا اللي عم لديه طب قال لك إيه ده الحق سبحانه وتعالى يبين لنا بيانات كده كان زمان الشياطين تسترق السماء لكن بعد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاء الحق سبحانه وتعالى أن لا يدلس على دعوته بسماع شيطان يوحي إلى أعدائه قال له دي انتهيني بعد ما جيه النبي ما عادش ولذلك شوه شهاب ساكد لما يجي أي وعد ناحيته يتبعه شهاب ساكد وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها أكني السماء دي لها آيات لوحدها في الكون آيات وهي لوحدها فيها آيات شمس وقمر ونجوم وأفلاك وبعد ذلك المراسط فيه بيقول لك كواكب لسه ضوءها ما وصلش إلينا من لدو الخلق الله الأرض لسه ضوءها ما وصلش إلينا مع أن سرعة الضوء كام تلتميت كيلو متر في السنة لسه ضوءها إيه؟ ما وصلناش يبقى دا إيه وإنا لإيه؟ لموسعون عملية كبيرة يا قوي ولذلك يدينا صورة يقول ما تعدش تفكر فيها دي أنا حديك بس موجز ما السماواته والأرض وما بينهما بالنسبة لملك الله إلا كحلقة ألقاها ملق فيه فلال كل الحكاية دي كلها ومع ذلك يقول لك يما تلعوا للأمر يقول لك دا تلعوا للشمس هي تلعوا للسمن وبعد ذلك يا سلام آه والقرآن جابه القرآن إيه؟ جابه برضو مخلصين عايزين يثبتوا للقرآن كل حاجة مش كده؟ آه بقول لك إيه؟ يا معشر الجن والإنس إذا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يقول لك هنفذوا من بسلطان العلم طب مدام نفذوا بسلطان العلم كان يقول لهم يرسلوا عليكم شوازهم لأنه حاسم فلا تنتصران دا بسلطان يعني منه لأنه لو ما جاتش الآية دا هي كلمة يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عرج بي إلى السماء نقول له دا ربك إنت اللقاية يا معشر الجن والإنس إذا استطعتم أن تنفذوا من أكثر السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون وتجي تقول لنا نفذت أم قال إلا بسلطان أي أنا من أولها فتحه له ويفتتح له هذا السلطان هذا السلطان من السلطان العلم وبعد ذلك تقول له صب سلطان العلم ما للأمر وما للسما طب الكلام على يا معشر إن إنت أن تنفذوا من أكثر السماوات مش كده السماوات ما للسما وما للأمر دا الأمر منه وبين اتنين سنة دا أو إيه دا الأمر ضحية زي المعادة كده دي أمر إيه هو إيه هو وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها بعد ما يكون يقول آياتنا في الكون كله يجيب لها آيات لوحدها كده نعم آياتها معرضون وإحنا الإعراض يعني يدي لها عرض إيه كتابه ما ينظرش فيها كده بالله وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحه الليل والنهار الذي امتنان الحق سبحانه وتعالى لا يمتن إلا بنعمة ولذلك يقولك والليل إذا يغشى بيخسن به والنهار إذا تجلى وما خلق الزكرة والأنسة إن سعيكم لشتة والضحى والليل إذا سجل ما ودى الله يبقى الليل والنهار دي عملية إيه عملية كبيرة إيه لأن خليفة في الأرض مخلوق علشان إيه يعمرها أنشأكم من الأرض إيه واستعمركم فيها يعني صلب منكم أن إيه أن تعمروها مش تعمروها من عندكم تعمروها بعقل الله العقل اللي خلقوا ربنا مش كده والجوارح اللي هتفعل من شرع ربنا والمادة اللي هتاخدوا منها من شرع ربنا كلها بتاعت ربنا إذن انت بس هتقلف دي تي وهي دي وهي دي وهي دي تستعمل تستعمل النعم اللي ربنا ادهالك علشان تعمل أي حاج يبقى الحركة اللي موجودة والحركة تتطلبه طاقة الطاقة تتطلب غزة الجسم بعد يبذل طاقة بده يرتاح ولذلك يسموا النوم ده الآية العظمى من آيات الله للإنسان يعني الإنسان أمين على النفس أكثر من صاحب النفس الله الله أمين على النفس أكثر من صاحب النفس يوم يجي ازاي تقع تشتغل والشغل حالي لك أو حلو وبعدين ايه تزهل عن يعني التعب وبعدين تلتفت لك ايه ما أنتش غادر يجي لك النوم كأن النوم ردع ذاتي مش بكيفك ردع ذاتي يقول لك أنت لم تعد صالحا للحركة تخمد ونام معونت الصالح للحركة تخمد ونام معونت الصالح لإيه؟ للحركة ولذلك لما أنت تحاول تجيب النوم ما تجيش إنما هو يجيبك من أعتا شوه مش كده ولا والسكر ويغلبه لإيه؟ النوم بتاعة زمانة هي آه يبقى النوم دي هو من آياته مناموكم بالليل إنما شوف الاحتياط النوم يغلب السكر لا دي خلاص ما انتهنا منها أنا قلناها ألف مرة دي ومن آياته مناموكم بالليل صحيح هو النوم بالليل لأنه وده السكن والراحة إنما طيب اللي عايزين يحرصوك ويقوموا بأعمال للي حيبقى في النهار بيشتغل يشتغلوا إمتى؟ يشتغلوا بالليل يبقى لازم يناموا بالنهار نشوف الاحتياط ومن آياته مناموكم بالليل والنهار عشان الغفر وعشان اللي بيعمل لك العش بالليل وعشان اللي بيحمل كل دول عايزينك يقول نشوف الاحتياط فالنوم ده ردع ذاتي يعني أنت لم تعود صالحا للإيه؟ للحركة وبعد ذلك إن انت طلبته مش ممكن يهيلي ولذلك قولك ضيف إن طلبته أعنتك وإن طلبك أراحك ساعة هو من يطلبك ولذلك لما ديجي النوم يغلبك يغلبك تنام على حصه من غير مش عارف إيه؟ ولذلك قولك المثل العربي فراش المتعب وطيع فراش المتعب مفيش أحسن منه إن شاء الله يكون نايم على حصه وطعام الجائع هنيم أي طعام يأكله يبقى حلو كذلك أي فراش الوعي انتعبال ومن آياته من المكرمين هو الذي خلق الليلة وبعدين ربنا ادانا العلدة جعل الليل ليه عشان إيه؟ تبتغوا من فضل والليل النهار والليل عشان إيه؟ سكن يبقى موزع لإيه؟ المسألة يبقى ده من الرحمة ولا لأ؟ طيب والشمس والقمر الشمس اللي هي الكوكب إياه ده اللي هو أوضح شيء بنشوفه وإن كانت فيه حاجات تانية كثير زي ما قلنا إنما هو ذا الواضح لنا كل في فلك يسبحون كل طب وبرضو الليل والنهار قالك ما هو أجعلنا الليلة والنهار خلفة ما هو نديلن وورا بعض وورا بعض كده مش كده ولا لأ خلفة يعني وورا بعض والشمس والقمر برضو إيه؟ كلمة يسبحون بقى ده من أدك التعابير في الأداء الحركي مأخوذة من سبحة السمك في المية شوف المية واليونثة والسمك يسبح فيها ليه؟ قال لأن قطع المسافات له وسلتين الوسيلة الانسيابية والوسيلة القفزية القفزية يعني ينط كده الانسيابية يمشي كده انت قلنا زمان لما الواحد يجي يبص الساعة عنده ساعة الحائط يبص لها كده يقوم يشوف العقرب بتاع السواني عمال بيه؟ بيه جري وعقرب الدقايق أقل منه مش كده ولا لا؟ طيب لما تشوف يبص العقرب الدقايق تجده مش مستمل للحركة الزمنية يطلق ويقف على ما الترس يضرب العقرب ويتحرق مش ماشي كده لا ما بتاخدوش بالكو منها ولا إيه؟ بص العقرب الدقايق كده تعمل إيه؟ تلتفت إلى العقرب ماشي وبعدين وقف يبقى اسمها حركة قفزية يعني مرت على الحركة فترة سكون الحركة الانسيابية ما يمرش على الحركة فترة سكون يبقى كل جزئية في الزمن فيه جزئية من الإيه؟ من الحركة إيه دي سبحة السمك سبحة الإيه؟ يعني السمك لما يمشي مش مش شوية وبعدين هنا ولذلك إيه؟ يشبهها إيه؟ وصفة سبحة اللي بتسمح كده القفلك بقى مش مشة كده وتقف شوية وتمشي وتقف شوية وتمشي لأ مشي كده كل جزئية لا تتجزع من الزمن فيها جزئية لا تتجزع من الحركة ولذلك مدى الزل ألم تر إلى ربك كيف مدى الزل هل الزل لما يتشوفه كده يقف شوية وينطق شوية؟ ولا ما انتش عارف إزاي يمشي؟ طب نمو ابنك النمو بتاع الولد لو أن واحد جيه بس لابن الرضيع كده وهو يبصي له قاعد يبصي له كده لا يقبره في عينيه قبل إنما نغاب عنه شهر يقول الله يبقى الكبر بتاع المدد دي تجمع وأنت ما عندكش مخياس عشان تدرك ثانية إنما هو في الثانية بيقب مش بيجي آخر نهار وقول له نطولك النهار دا سانتي ولا ميلي لا كله ماشي هيدا اسمها لإيه؟ آهي كلهم في فلك يسبحون معناها كده معناها إن كل جزئية في الزمن فيها جزئية من الإيه؟ ما فيهاش وقفة أبدا مش كده وبعد ذلك يرجعوا إلى ما كانوا يتمنونه لرسول الله يجيبوا حجر عشان يموتوه يتمنوا إنه يموت مش عايب إيه؟ بولوا مدام حيموت يبقى خلاص فقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يعني لست بدعا من الرسل لما قل إنك ميت وإنهم ميتون دي سنة الله بل الموت علشان بقى نشبع لك بجزاء تعبك اللي انت شفت في الدنيا ولذلك لما قل رسول الله قال إيه؟ قال الرفيق الأعلى بعد ما تمت المسألة قال الرفيق الأعلى وإحنا هنا نعرأص ربنا عايزنا وإحنا نعرأصه نقول له لا خليك شوية ونمسك فيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد قفئ ميت يفرحوا هم طيب اللي يفرح باللي يموت ده يبقى هو ما يموتش هم اللي حيبقوا خلدين طمام هم روحنا إيه؟ قفئ ميت هم اللي حيقلدهم نعم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت مثل كل نفس ذائقة الموت يبقى دي قضية إيه؟ قضية عامة قضية كونية وإن كانوا أخيار يبقى منعجل بهم إلى لقاء الله وإن كانوا أشرار يبقى منريح الدنيا منهم يبقى الموت خير في كله ولا لأ؟ إن كانوا أخيار نعجل لهم بجزائهم عند الله وإن كانوا أشرار يبقى ارتحنا من شكلهم مع السلام كل نفس ذائقة الموت طيب ذائقة الموت هو الموت يزاق زي كده الموت يزاق إزاي؟ ده معنى الزوق إحساسه الإنساني بالألم من الموت طيب ده هو لما يموت يبقى يستحيله أن يزوق وقبل ما يموته لسه ما يزوق إيه؟ يبقى للزوق نافع قبل الموت ولا بعد إيه؟ آه يقول لك إيه؟ والأسى يعني الواحد سيحزن لما يموت الأسى بعد فرقة الروح عجزه طيب مدام الرحفة ستبقى تزعل على إيه؟ أنت تزعل إزاي يعني مدام روحك طلعت يبقى ما فيها الزعل دي خلال والأسى لا يكون قبل الفراقي يبقى إزال الأسى ما ليس ما ترح الأسى ما يجيش إلى بعد مين؟ الفراق ولما تفارق مش هتقدر تزعل هتزعل بإيه؟ لأن تنتهت حياتك ها كوي إما الكل نفس زائقة الموت زائقة مقدمات الموت ولذلك يجي على الإنسان وقت مهما كان صحيحا يدرك أنه لا محالة ميتة بلغت الروح الإيه؟ الحلقوم حتى إذا بلغت الروح الإيه؟ التراكية وكيلة من راك وظن أنه الفراق خلاص يجي مسألة يبقى زائقة الموت معناه إيه بقى؟ إن الموت يجي أم؟ مقتوع بإيه؟ ولذلك تلتفت لإيه؟ يبقى كويس يقول لك خلاص يا مسألة يبقى إيه الله يبقى إذن كل نفس زائقة الموت أي زائقة المقدمات الموت اللي يعرف بقى أنه إيه؟ سيموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ نَبْلُو أَيْنَ أَخْتَبِرِ فالبتلاء هو الاختبار مش لابتلاء مزموم إنما تزمه غاية لابتلاء إذا ابتلي هينجح ولا يسقط؟ يبقى الابتلاء نفسه ومش إيه؟ مش مزموم إنما المزموم إيه؟ إن الواحد يسقط فيها لما نجي نمتحن الطالب هاللي امتحن نفسه ويبقى فيه شرق لأ اللي يسقط إنما اللي يمذاكر وبدو يمتحن دلوقتي وبدو النتيجة تظهر وبدو مش عارف إيه بتاعه يبقى نبلوكم يعني إيه؟ نختبركم طب وهل الله في حاجة إلى أن يعلم لي أختبر؟ قال لك لا ده إحنا بنختبركم عشان تبقى حج عليكم إحنا عارفين اللي حيحصل بس عشان تبقى حج عليكم إزاي؟ تيجي مثلا تقول للأستاذ والله أنا مش فاضين الامتحن ده أشوف الطلاب عندك دول يعني فييهم كده وشوف من اللي ينجح واللي ينجح شوف من يطلع الأول ومن الثاني ومن اللي يسقط قال لنا نخلص من الحكادي يقوم يعمل كده يدي شوية عليها حسب ما يعمل وشوية ينجح وشوية يسقط يوم اللي السوق تقوله لا يقطع الحج عليه يبقى إذن ابتلاء الله لخلقه لا ليعلم وإلا فهو عالم إنما ابتلاءه عشان إيه؟ يقطع الحج وتبقى شادة على نفسك ما تقولش أنت لو امتحنتين كنت تنجح هذا احنا امتحنناك ونبلوكم هي البلاء يجي بالشر والخير قال لك هي بالاتنين ليه يجي بالاتنين لأني ماذا ما نحا اختبرك أشوفك تعريفه قيمة الخير فتنصره على خلق الله الضعاف وتؤدي به حق الله شكرا كثيرا ولا يبترك ويضغيك يبقى قد ابتلاء بالخير ونبلوكم بالإيه؟ والخير فتنة طب ونبتلي بالشر أين شوف ابتلي بالشر كده يشوفك فمن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير ونصمألنا بهم وإن أصابته فتنتهم انقلب على وجه يقول الله يباهي الملائكة بالطائن ورب أطاعوك لأنك أنعمت عليهم بكذا وكذا 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 يقول وأسلبوا نعمتي عنهم ويطيعون ليه هذا الابتلاء ولذلك إحنا بنبلوكم نبلو من المخاطب؟ المخاطب الكل الغني والفقير هذه واحدة المقابلات هذه والصحيح والمريض هذه اتنين والحاكم والمحؤوم الله إذن كلنا فتنة البعض امسك متقابلات كده وشوفهم إزاي يبقوا فيتنا البعض واحد غني الفقير ابتلاء له والغني ابتلاء للفقير يعني ده ابتلاء لي ده وده ابتلاء لي ده إزاي بقى؟ قالك واحد غني الفقير يبقى بلق له ليه؟ ليه؟ نشوف بقى هيعتف عليه يساعده يدي له مش عارف إيه؟ إن ما عملش كده يبقى الفقير سقطه في الامتحان طب والغني العكس إزاي بقى؟ والفقير ابتلاء للغني قالك الفقير لما يبص الوحد عنده نعمة كده وغني يحكد عليه؟ يحسده واللي يقول ما شاء الله كان الغني ابتلاء للفقير والفقير ابتلاء للغني طيب طيب والغني والصحيح والمريض هاته المتقابلات داين الصحيح ابتلاء للايه؟ للمريض يا ترى المريض كده اللي تعبان وعمل مش عارف يأكل ولا يشرب ولا يقعد ولا يشوف واحد صحيح ما شو حفيده كده يعني نفسه تتغير كده على ربنا اللي عمل فيه كده طيب يحكد على اللي عنده صحة ده ولا ما يحكدش ولا يقول يا ربنا يديني عفيتك وربنا يا ابني ما يوليك اللي أنا شايفه مثلا وبالتاني انت اجعلت صحتك في خدمة المريض ده ولا ما جعلتهاش يبقى كل واحد منا فتنة المين؟ للآخر نعم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لأننا تجد الفتنة دي يا نجاح يسقود فان كان نجاح يبقى عايز ايه؟ مكافأة وان كان سقود يبقى عايز عقوبة من اللي يعملها بقى؟ المرجع إلى الله وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا كلام لرسول الله عن واكع حصل له مع الكفار وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُذُوَا ساعة ما بنشوف إن دي مرة إن تجي شرطية بعد فعل إن حصل كذا حصل كذا إن جئت أكرمتك يبقى دي إن شرطية ومرة تجي إن للنفي الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن إيه؟ أمهات إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّاءِ وَلَدْنَهُمْ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُذُوَا يعني إيه؟ ما يتَّخِذُونَكَ إِلَّا ساعة ما يشوف يهزأوا إيه؟ يهزأوا منك إيه؟ وجه الهزء ما يعملوا إيه؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هو ذا اللي بيجيب سيرة آلهتكم ويسيب فيها أو يقول ده بطلة ومش عارف إيه؟ منك لا تخبروا إيه التي يقوموا بطلقة إيه؟ وهذا المتستقلن عنه إيه؟ هو Только هذا الذي ذكر آلهتكم ويذكرهم بالذكر يقولك ذكر كما يكونون بالخير يقولون فلان عندما كنا في حفل بالأمس وصديقك فلان ذكرك يبقى ذكرك بخير وكنا فلان عندما كنا في الأم بعمل أمس والعدو وذل الذي يحكد عليك ذكرك بالأمس يبقى بشر أو لا؟ يبقى الذكر كما يكونوا بخير كما يكونوا بأيه؟ يكونوا بشر هنا بقى من الكفار يبقى ذكر ايه شكله هذا الذي يذكره آلهتكم يعني يذكرهم بخير ولا بشر بقى يبقى لازم يذكرهم بشر طب هو كان بقول عليهم ايه بقى بقى انتم هو بيقول انتم تعبدوا الصنع الحجر اللي لا ينفع ولا يدور اللي انمال الهوى ميله على الارض كده تجل تعدلوه قال بيعدل الله الاله بتاعه والله وقع كده على بتاعته انكسرت قال يجيب مصمر ويقضي ايه يمصمر في الاله يقعد بقى يقول لهم لا يذر ولا ينفع طيب انت دعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سامعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم حيبوا ضدكم طيب انتم بتستعجيبوا يعني زي احلانهم من الرسول اللي بيسب الالهة الباطلة تبدأ انتم بتسبوا الالهة الحق ايه الحكاية بتاعتكم دي ايه الكلام اللي ما نفع اعمل هذا ما دي ايه شوف اهذا الذي هو ده اللي انت تقولها برضو بقى هو ده اللي عمل الشيء فلاني تبقى ما تقولهاش اللي السحزاء يعني يعني بيستكر اهذا يعمل دي ازاي دي اهذا الذي يذكروا اهلاتكم ايه بشر وهم بذكر الرحمن هم كافرون بقى لما انسب الباطل تزعلوا منا وانتم بتسبوا الحق اهذا برضو مقياس من المقاييس اللي اهذا الذي يذكروا آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ما قالش وهم بذكر الرحمن كافرون قال هم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل خلق الانسان من عجل يعني خلق الانسان متعجلا فكأنه هو مطنت عجلا عايز كلها والمعنى العجل ايه ان تريد الشيء قبل اوانه وصحيح هو كده ولذلك بقولك لا خل الشيء ياخد نظكه خل الشيء ياخد اوانه سأريكم اياتي فلا تستعجلون يعني خليك كده خلل الحاجات ايه خلق الانسان من عجل سأريكم اياتي فلا تستعجلون ومن حمق الانسان قد يتعجل الخير طيب انا فيش معلق يا سيدي اتحجل الخير قم قال ده من حمقه انه مخلوق من عجل ونسي الحكاية حتى بيتعجل الشر حتى بيتعجل ايه الشر ما قالولوش له متى هذا الوعد ان كنتم صادقين بقتين بما تعدونا الله يستعجلوا العذاب يعني تبقى ده غباء ولا مش غباء انت تتعجل صحيح الخير اللي فيه مظنة خير انما اسلوب مش مؤمنين بان حاجة زيدي حتحصل نعم فبقولهم سأريكم ايه فلا تستعجلون وانما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك يعني انت وانت حي حتشفهم حاجة وانتوفيناك وقبضناك الينا قبل ما نشوف حتيبقى تشوف الاخرة فالينا يرجعون نعم خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون اهي ادرسك متى هذا الوعد ان كنتم صادقين في اننا حنعرض على الله وبعدين يعزبني ودخلنا النار وتنضق جلودنا ويبدلها جلود غير الكلام اللي انتوا بتقولوا لي ايه انتك الكلامتي يبقى عرضوا مستعجلين ويقولون متى هذا الوعد استفطاءا له ان كنتم صادقين مش قالوا اسقط السماء كما زعمت علينا كيسا فان لو يعلموا الذين كفروا حيء يا سلام لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون طب يعلم ايه اي لو يعلموا ما يحصل له وقت هذا ما طلب العجلة في العذاب يبقى من غباء انه مش عارف ايه اللي حيحصله ولذلك بيتعجله لكن لو كان يعلم ايه شوف ايه الاية ايه لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لان الوجه ده اشرف حتى في الانسان واحنا قلنا لما الانسان يصيبه عطب من اي حاجة بيدفع عن ايه عن وجوه لا يكدرول على ان يكفوا عن وجوههم والعذاب وهي اشرف وشيء فيهم من النار ولا عن ظهورهم مش بس الوجوه وبرضو ايه ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون يعني مفيش حد يقول لهم ايه ما يقدرش يقول له حيلك يا سيني ولا ييجي كده ياخد بايده ولا الحاجة ولذلك ايه الشيطان حي يقول لهم في يوم القيامة ردوا بالكم بانني بغويكم وبقول لكم كذا انما في يوم الايامة ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخية هو يقول لهم كذا مش هو يخلهم يكفروا كمثل الشيطان ايه بس قال الانسان يكفر فلما كفر قال اني بريئهم لانه هو كان حظه يعمل لانه خلي ابن ادم يعصي انما هو بده يتبرق ايه يتبرق منه هكذا وما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي مصرخ يعني ايه مصرخ اصرخه الهمزة همزة ازالة فلان صرخ يعني لما يجيله حاجة فوق طاقة احتماله يصرخ يوم واحد يسمعه قاله قالك ويروح منع عنه الايه ما يجعله يصرخ يبقى صرخ فلان صرخة يستدعي بها منجدا ومغيسا ومعينا اللي يجيله بقى علشان يكده يبقى أصرخه اي ازال صراقه خلاص بقول ما انا بمصرخكم يعني انا مش حاجة عشان ازيله ولا وما انتم بمصرخي لو يعلموا الذين كفروا حين لا يعني وقت حين يعني وقت الوقت الذي لا يكفون عن وجوههم النار ما يخدرواش يكفوا عن وجوههم ولا عن ظهورهم هم ما يخدرواش يكفوا ما يمكن واحد تاني يجيش اديهم كده من عند العذاب ويبعدهم قالك ولا هم ايه ينصروا ما انا بمصرخ ولا انتم بمصرخي طب فين الجواب لو يعلم عايزة جواب لو يعلموا الذين كفروا حين الوقت الذي لا يكفون فيه عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا يجدون نصيرا يكفوا هذا عنه لو يعلموا لكفوا عما يؤديهم الى ذلك لو يعلمون هذا يعملوا ايه الجواب هو لو يعلمون هذا لكفوا عما يجيب ذلك له وماذا ما يعلموش بقى بل تأتيهم بغتا البغتا هي نزول الحدث قبل توقعه فيه احداث الواحد يتوقعها انما يبغتوا يعني ايه يجعلوا قبل وقته بل تأتيهم بغتا تأتيهم بغتا فتبهتهم البغت الدهشة والحيرة تبهتهم ينديش كده ويحتار يعمل ايه ليه لقال مدام بغتا لما كانوا يجبوا يعملوا صفرة انذار مثلا تقوم الناس يستعدوا وتروح المخابة وتعمل مش عالف ايه كده انما في ما كان الصفرة دي والمخابة اتعملت ومش عالف ايه وبعدين يلتفتي لايه الانابل نزلت من غير المستعد يبقى البغتة تمنع العدى والاستعداد وتمنع التأهب للمحافظة على النفس بل تأتيهم بغتا ومدام جاءت بغتا يحصل دهشة الدهشة دي تحير ولذلك هناك قول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه مش كده ان آتاه الله الملك مش كده ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم يحي وميت النمرض قال ايه انا احي واميت لقاك جذب قال له طب حنسيب الحيطة اللي حنلوك فيها دي ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب لانه لم يقول يحي ويميت قول له انا احي واميت برضه وقال كده ازاي انا لا يقدر اقول عجوه اعدموه كلام صفسطة وبعدين اقول ما تعدموش يبقى هو كان حيموت كان حيموت ما مقوتش لا مقوته وحي ايه اللي هحكم عليه بانه يموت ما مويتوش يبقى انما حندخل في جدل عقيم يعني قال له طب سيب دي ان الله يأتي بالشمس من الايه فأتي بها من المغرب حاجة سهلة ايه فبهت الذي كفر بهت يعني ايه اندهش ايه متحير بل تأتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ان يمهلون ويؤخرون مش عملنا هات عليهم كده وبعدين نقولهم عنيب انجلك وتالله ولقد استهزئ برسل من قبلك ما هو هو الاول ايه واذا رأاك الذين كفروا ان يتقنونك الا هزوة قال له مسألة اخذها برضو كده رياضي خليك رياضي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئ اللي كانوا بيستهزئ وقع لمين وقع مش ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم ايه سخروا منه هو يقول ان تسخروا مننا فاننا نسخر منكم كما ايه تسخروا خلوها بس قدام شوية ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق ايه فحل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الحق هنا في سورة يا اللهم صلى عليه وسلم ورسول الله من الشيطان الرحيم ايه ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا واذا مروا بهم تغامزوه واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكيرا شوف المبالغة في الززالة مش مثلا يهزئوا ويسيبوا في حاله وقلصوا ويسكت لا يروح بيته بقى مبسوط يقول لهم أمني قبلت الودي اللي عمل صول لذا هو أجزئت تهزين المبسوط اللي بيحكيه واذا ايه انقلبوا فاكيرين مبسوطين اللي عمل ويبشروهم يعني واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لظالوا وما ارسلوا عليهم حافظين يوم ربنا يطمنني فاليوم ايه حاق ايه حاق فاليوم الذين آمنوا هل سوّب الكفار ما كانوا يعملوا عرفنا نجزيهم نقول يا رب اوي عرفت اوي نعم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق ايه حل ونزل بقسوة بالذين سخروا اي استهزئوا منهم ما كانوا به يستهزئون واستهزاء هؤلاء مش استهزاء أبدا بقى دخل انتهى انما ديه استهزاء ايه أبدا قل تستهزئوا به بذولي ده لهم اللي من اجلهم ربنا صين لكم الحياة الطائعين ذول اللي انته بتسخروا منهم وتهزئوا منهم هم لولا اطفال ربط ومشايخ ركع وبهائم ترتع لصب عليكم العذاب صب يعني انت لما تشوف واحد تقي انما كنتش تشكر على تقواه ما تهزئوش لانه هو نيل لإستبقاء حياتك انت فيه واتقي على اقل تقدير فيه انك امين تشر يعني بس بالزيادة دي انك انت امين ان يؤذيك يسرق منك يختلز يتصصص على عرضك ما يعملش احيان من يكفي هذا من ادل هذا وبعدين قال ايه اه انتو بتعملوا كذا في رسلي بتستهزاؤوا بيه والصالحين تستهزاؤوا بيه وهو الاخر وانا رب الكتب وانا هم مطيعين وانا بكلأكم بالليل والنهار شوفوا انتو بتعملوا ايه وانا بنعمل ايه قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن قل من يكلأكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من مين من الله الرحمن من الرحمن اللي هو المبالك في الرحمن ولذلك يحفظونه من امر الله كالناس يقول لك بأمر الله ينجل هم يحفظون من الامر لا الحفظ صادرهم بأمر الله الحفظ صادرهم بايه ودي من معاني مين بقى اللي بتلاقبك شوية يقول لك ايه الحفظ مش بتحفظه من الذي اراده الله به يا الله يريد وشألوا انت تحفظه من اللي اراده لا الحفظ الحفظة دول جايين من مين من امر الله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن ما بيكلأكوش تطور انما ان اللي قيلهم كونوا حفظة لهم كونوا حفظة لهم بل هم عن ذكر ربهم معرضون ومع ذلك هم ايه معرضون وليه وهي الكلاقة بس وليل بالليل والنهار فخلينا انا هو نايا عليه حفظة اللي انت كم واحد لما نام كده قام لقى تعبان ارسه كده وموته كم واحد في الوجود ما شوفناش حاجة ما شوفناش يبقى الكلاقة بالليل وانت نايم دي ازاي تيجي طب نحنا بنشوف حينك فقا تعبين ومش عارف ايه وهو ايه وإلى اخره ومن العجيب ان الحاجة اللي تقرس تقرسك وانت صارك ولا تقصك إلا إن هممت لها بسوق إنما ما هممت لها بسوق ولا تيجي نحيطك ولا ليجي دور يقوم من نوم ناس يلاقوا التعبان طالع من من طوق الله يقوم بس من خضطه يمكن يجراله حاجة يعني بس يخضطه إنما ولا عمل فيها حاجة ولا زم عمل قل من يكلاؤكم بالليل والنهار من الرحمن وبس مش الكلاء حفز من المعاطب اللي منزل لكم المطر عشان وطلع لكم نبات من الأرض ومتدلكوا ضوء الشمس ومتدلكوا الهواء تتنفسهم طب موجم ديه كلاء من الله بقى اللي عمل فيكم كده تقوم وانت تستهزئهم من اللي مطيعين لأمره طب ده انتوا قيدكم تحافزوا على الشوية دولي علشان يفضل خير ربنا نازل ايه نازل عليكم قل من يكلاؤكم يرعاكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من أمر الله بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا في حد لهم آلهة كده يقولونهم لا ما تضعوا شيء يعني يحشوهم عننا كده يصدوهم كده عنه أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ده الألهة ما تستطيعش نصر نفسية هتنصر كنتم تتخلي كده لله الأسانة باللي انت بتعمله كده وبعد ذلك جيجي واحد يروح مع جايب عدوهم كده وروح شارخوا ده هم ينظرش يصن نفسه ده أنتم انتوا اللي بتروحوا تصلحوا الآلهة وانتوا اللي نحتين الآلهة اللي هم العابد بيصنع المعبود يوعد تتعكر وقول لك لا ده منخير وطلعت كبيرا شوالي لا يعدينها شوالي هتنش عارف عين ايه اللعبة دي ام لهم آلهتن تمنعهم من دوننا تقول لهم ما تروحوا لربنا دي لا يستطيعون للآلهة اللي كان فيه لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون فيه حاجات يقول احنا مش هننصرهم ولا حيجدوا ناصر آخر انما ايه يصحبون دي لا ما ينصروش نفسهم ولا هم منا يصحبون كان زمان في البادية لما واحد يكون عامل زنب في قبيلة ولا في حي ولا في فخز ولا في بط ولوه مشوار يمر عليها يقوم يخاف يوم ييجي الواحد قوي يقول له أنا خايف الناس يقول لهم علي زنب وأخاف زي ما قال ولهم علي زنب وأخاف أن يقتلوا يقول له ولا يهم أنا هحرصك ووقدك في إيدي لحد مفوجك ووقدك في إيدي يبقى يصحبه يعني يصحبه بعمير بيده وهو معه عشان ينبه من العزال طيب أنت صحبته صحيح الصحبة وقعت منك له عشان تنجيه هل يستطيع واحد أن يصحبه هو لينجيه منك يبقى لا دي ولا دي لا هم منا يصحبون يعني ما نقول ما نكونش في صحبتهم لننجيهم ولا حد يقدر يصحبهم عشان ينجيهم منه نعم ولا هم منا يصحبون وإلى لقاء آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر